اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في هذا الدرس رح نبدأ نضيف السيكونس تبع اللعبة بقيتنا رح نخلي المشاهد نصير نحرك المجسمات وتصير تتحرك معانا اثناء ما احنا بنشتغل خليني نبدأ اول اشي بنضغط على ويندو نجي على سينما تيك بنلاحظ ان السيكونسر نطفي طيب كيف نضوي بنشعر على السينما هاي اللي هون ونضغط عليها ونكبس على اد ليفل سيكونس خلينا نسوي فولدر جديد نيو فولدر بدنا نسمي خلينا نسمي اس مبدعيا بنفتحه شو بنا نسوي ملف نيو شوت اوكي كويس نيو شوت ملف طلع ممتاز الان فتح لنا السيكونسر صار فاتح لما تضغط هون لاحظ صار علي لانت الصح فتح لنا السيكونسر السيكونسر هاد بتحط جواته الابجكتس الملفات اللي بدك تحركها الان بتحط الملف هون في كذا طريقة لتحرك الملفات مبدئيا لو ضغطنا على هذا الصندوق اللي موجود هون وجينا حدد لنا اسمه بالمكان هاد ممكن انت تمسك الاسم من هون من وتسحب وسحب وتحطه هون هاي الطريقة الاولى وممكن كمان انت ضغط عليه تيجي على التراك وتلاحظ اول واحدة فوق اكتور تو سيكونسر كمان اذا بتضغط على هاي لانك انت مسوي عليه سيكونسر محدده بتكتب تختاره من هون وممكن تختار اي مجسم تاني في اللعبة من القائمة الموجود تحت او بتكتب اسم اسمه في السيرش وبتطلع لك فانت بتضغط على اد الاسم الملف هذا اللي هو كريات زيرو تو ستات اللي هو الصندوق الان بعد ما اضفناه حطلنا ترانسفورم تبعه ترانسفورم اللي هو بيانات الصندوق هاد اللي هي زي هون شايفينه هون تون بانطقة هذه هي هي نفسها البيانات الموجودة هون الموجودة في المنطقة هاي الان بدنا نبدأ نحرك هذا المجسم لكن خليني بس اعطيك ملاحظة لاحظ انت هون في عنا ثلاثين اف بي اس تلاتين اف بي اس اللي هي عبارة عن كم فريم بير سكند شو اف بي اس الان لحظة اللعبة عندنا تقريبا احنا بتجيب اربعين فريم بير سكند صورة بالثانية طيب معناته احنا كل ثلاثين بثانية واحدة ممتاز كل ثلاثين فريم بير سكند بثانية واحدة طيب الان على النقطة الصفر على اللحظات صفر 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 في عنا خلنا نرفع هاي شوي لفوق نقدر نخزن في النقطة هاي هاي المعطيات اللي هي في ال اكس الواي والزد الموقع والروتيشن في الرول والبيتش والياه نقدر نحرك نحطهم في السكيل اكس واي وزد طيب كيف منسوي هاي الحركة خلنا نسكر هدول او ممكن تخليهم مفتوحين تيجي انت على كلمة ترانسفورمر فوق هون شوف في دائرة نترانسفورم اه دائرة اضغط على الدائرة لاحط اللي كل الدوارة هاي بقدر اسكرهم بخلي اللوكيشن انه دائرة واذا بفتح اكثر بحكيلي عن كل الدوار اكس واي وزد تمام الان انا عندي في عندي هذا المجسم انا طفيت هاي كانت مضوية بديشها مضوية حالي اشرح لك اش هي كمان شوي لان لو انا بحرك المجسم هاد لهاي المنطقة هون تمام وباجي بقول انا بدي اخلني هون عاد ثلاثين خلني نحركه وبرجع بضغط مرة تانية على الدائرة الان ايش عمل هو حط خط ملاحظ انت الخط هاد هذا الخط اللي هو من الثانية صفر من الثانية صفر للثانية واحد من فريم صفر للثلاثين فريم صار يعطيني هاي النقاط خلينا نشغل ونشوف المشهد لاحظ في ثاني واحد انتقل من النقطة هاي الى النقطة هاي طيب انا الان بدي اياه عند النقطة هاي ستين او حتى خليها عند تسعين بدي اسير ألعب فيه شوي خلينا نقول مثلا بدي ارفعه لفوق بدي اعمله دوران زي هيك دوران هيك وهيك تمام وبحط هاي النقاط حطيت النقطة هاي اللي في النص خلينا الان نرجع نعيده من البداية ونشغل ونشوف بتحرك لهون برجع بطلع لفوق وبلف الان اللي صار معانا انه خزنا النقاط اللوكيشن والروتيشن والسكيل السكيل ما غيرنا عليه اللي هو تغيبير تصغير الحجم لو اجينا احنا مثلا في النقطة هاي وجينا اخترنا السكيل وكبرناه كثير زي هيك واخذنا النقاط الان خليني اشغل مرة ثانية من المرحلة الاولى بلاي لاحظ بعد ما طلع لفوق بلش يكبر المجسم هيك صار عندي فيلم سينيما لهذا الصندوق موجود في اللعبة تبقيتنا طبعا اللي احنا تعلمناه الان اني انا جبت المجسم سحبته وغيرت في معلوماته طيب الان بدي كمان اعمل شغلة ثانية بدي المجسم هاد اعطيك معلومة مهمة انك انت لو اجيت على الديتيلز اللي موجودة في اليمين واطلعت لتحت بتلاحظ انه فيه اشياء هون لاحظ فيه علامة معينة عليها الزائد معينة عليها الزائد هاي الاشياء اللي محطوط عليها معينة علامة الزائد هاي بتقدر تضغط عليها بيضيف لك اياها جوه خلينا ناخد مثلا الستاتيك مش ونحطه هون الان بدي اوخد النقطة هاي وخليها هون بالنقطة هاي بعد هيك بدي انا خليها اولا عفوا هاي خليها على البداية بدي لما اجي هون بدي اسوي مختلف بقدر اعمل مختلف خلينا نحط نقطة نختار شكل مختلف الان قبل بكون فيه شكل بعدين بتحول خلينا نشوف اي اشي عليه معينة وزائد تقدر تلعب فيه فعل فلساتك مش عليها معينة وزائد خلينا ضغط زائد لاحظ انت الان هون اجت اشياء ثاني مع الصندوق تلزقت فيه هاي اللي سويناه الان كل اي اشي بتقدر تسوي كل المجسمات الموجودة كل الوبجيكت الموجودة في برنامج بتقدر تضيفها على سي كونسور وبتقدر تلعب فيها انه تصير تعمل عليها تغييرات اثنين انت تشتغل ممتاز الان خلينا نعمل حركة اضافية بنا نتعلم على الشغل الثاني خلينا نعمل اندو بديش تغيير المجسم نعمل كنترول زد كنترول زد انا بديش اغير كثير الان هون سويت عنده كثير انا الان لاحظ صار الدوران طيب بدي اعمل شغلة ثاني بدي اشغل ان هاي العلامة هاي اللي هون الان علامة المفتاح ايش معناتها معناتها اني لما اوصل لنقطة معينة خلينا افتحها دول لما اوصل لنقطة معينة بدي احسوي التغيير عليه لاحظ لو انا عملت له التغيير بالطول الان شوف عملي بالسكيل بالزد انا غيرت في الازرق اللي هو الزد بس حط نقطة على التغيير في الزد الان لو رجعت انا لاورا شوي وشغلت لاحظ غير بالزد ورجع عادي تمام الان لو اجيت انا كمان هون في النقطة هاي طبعا هو ما رجعش الزد هو رجع طلع قصد يعني تمام لو انا غيرت هون وجيت مثلا بدي اغير في اللوكيشن المنطقة هاي لحاله هيحطه النقطة يعني ما في داعي انا كل مرة اكبس على النقاط هاي هاي علمت مفتاح بصير يتخذ الاشياء الجديدة ولو اجيت انا هون وقلت له مثلا حرك اليالا هون هيك رح يحرك هاي الشغلات بعدين بمشي لقدام بقولوا طلع اليالا فوق لاحظ لحاله بحط النقاط الموجودة عنا خلني جلل بداية الى هون ونشوف لما شغلنا المفتاح صار يحط النقاط حسب احتياجاتنا لاحظ بلش كل شيء اوكي ممتاز جدا النقاط اللي بتم اضافتها بعد ما شغلنا علامة المفتاح هاي هي نقاط بس اللي بحتاج انه يتبعها ما في داعي انه انا اقول له خزن كل النقاط مرة ثانية طبعا هاي علامة المفتاح فيها مشكلة انك اول ما تتركه يعني اجيت انا هون اول ما اترك المجسم بحط نقطة فانا مثلا ما بدي سير في نقطة في المكان هاد يعني ما بدي سير بدي احط عدة نقاط انا اوكي بسويها بس لاحظ انت السرعة لك خرافية المفتاح كويس لكن بسير افتراضات في اثناء ماكن الحركة ممكن انت محركتو بتكاشي تحط نقطة بدك تحركو كمان شوية لقدام بعدين تحط نقطة فهاي هون عندك شوية مشاكل فيعني بدك تكون حذر في استخدام هاي الاداة تمام الان احنا اضفنا المجسم وحطينا عليه هاي الاشياء طيب على افتراض احنا عنا اللوكيشن حطينا بدنا لو بدك تختار الاليمنت كمان لا الاليمنت ما بتكدر عليه السملنتر بدنا نشي نختار خلص ما بدنا نشي نضيف اشياء ثاني بديش اغير هدولا بدنا ندخل في تفاصيل دقيقة زيادة بدي ابرجيك كمان شغلة اضافية الان احنا برسبيكتف تبعنا المشاهد اللي منشوفها فيها كتير اشياء قدامنا اللي هي الانارة واللمبات واليعني الاوراق هاي واتجاهات الهواء بدنا اخفي هاد وبدنا اخلي حالي فقط بقدر اشوف المشاهد السينمائية كيف بعمل هذا الكلام بضغط على برسبيكتف وباجي على في عندنا هونا سيماتيك فيو بورت بغير كل فيو بورت اللي قدامي بس اكبس على هاي واضغط على سيماتيك فيو بورت لاحظ انت الان في النقطة هاي ايش عمل شغل السيكونسور اللي تحت بس اضغط زائد دقيقة خلنا نرجع شوية لورا هون نرجع هذا البداية سوي بشتارت لاحظ ان اشوفه عن جد مثل الفيلم بطل في عندي الاشياء الموجودة في الشاشة اللي بتخرب علي بهاي الطريقة انتو تعرف طبعا البرسبيكتف اللي اشتاف في الدورات الثاني بعرف المشاهد كيف نقدر نفهمها لهاي البوتوم رايت نعملها فاحنا خلينا هسا على البرسبيكتف العادي بنختار السيماتيك فيو بورت تمام الان هيك توقع بكفي في هذا الدرس بنكمل في الدرس بعده لكن بحب بحكي لكم اللي بحب يدخل بتفاصيل دقيقة في تصميم العاب ويستخدم مثلا هاي الخريطة ويسوي فيها جنود وحرب وزي هيك ممكن يدخل على دورة المدينة المحتلة وبشترك فيها وراح تستفيد كثير ان شاء الله وممكن تسأل الناس اللي موجودين عنا على الديسكورد في كتير طلاب موجودين على الديسكورد اللي اشتركوا في الويب سايت بحكولك شو وضع الدورة ويلا بالتوفيق بشوفك الدرس اللي بعده في عمال الله مع السلامة